بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في شرح المسائل لمادة مقاومة المواد واختباراتها معاكم الدكتور أمير محمد القسنطيني نواصل مع الشرح المسائل المرتبطة بالمحور الأول ونشرح الآن المسألة رقم أربعة معطى هذا الشكل لهذا التحميل عندنا القوة السحب W تساوي 1500 نيوتن ومطلوب حساب قوة الشهد T1 و T2 باستخدام قانون اللامس Theorem طبعا القانون اللامس Theorem هو كالAT قوة T1 تقسيم الزاوية المقابلة لT1 وهي 45 زائد 90 درجة تساوي ماذا؟ تساوي T2 تقسيم sin الزاوية المقابلة لها التي تو هنا والزاوية المقابلة لها هي هذه كلها هي 30 درجة زائد 90 درجة يعني sin الذي ساوي 90 زائد 30 يساوي قوة W تقسيم sin الزاوية المقابلة للW وهي ماذا؟ وهي زاوية 105 درجات فيكون W تقسيم sin 105 درجات في الحقيقة اللاميستيوريم ليس معادلة وحدة ولكن هو ثلاث معادلات المعادلة الأولى تربط بين T1 والW المعادلة الثانية تربط بين T2 والW والمعادلة الثالثة تربط ما بين T1 والT2 للتأكد من النتيجة نبدأ بسحب المعادلة الأولى وهي التي تربط ما بين T1 والW فيكون معانا T1 تساوي ماذا وهو المجهول الوحيد في هذه المعادلة T1 تساوي قوة W 1500 نيوتن ضرب ساين 135 درجة في إيش ال135 هي 90 زائد 45 درجة تقسيم ساين 105 درجات نتحصل في الأخير على T1 تساوي ماذا تساوي 1098.96 نيوتن بنفس الطريقة نبحث عن قيمة T2 نسحب المعادلة الثانية التي تربط ما بين T2 والW فيكون معانا T2 تقسيم ساين 120 التي هي في الحقيقة 30 زائد 90 درجة يساوي الW تقسيم ساين 105 درجات المجهول الوحيد هنا هو ماذا هو T2 فنسحب T2 تساوي قوة الشد يعني تساوي ماذا تساوي الW التي هي 1500 نيوتن ضرب ساين 120 إيش هي 120 هي 30 زائد 90 درجة تقسيم ساين 105 درجات التي هي الزاوية المقابلة على القوة 1500 وفي الأخير نتحصل على T2 قوة الشد 2 ما بين على الوب بي تساوي 1345 نيوتن تساوي قوة الشد 3 تساوي تساوي قوة الموضمد لا ت характер كتوبة الشد 2